بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثالث اسم الله تعالى العفو 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 هو اسم من أسماء الله الحسنى ومعناه أن الله سبحانه وتعالى يمحو ذنوب عباده ولا يعاقبهم عليها يمحو ذنوب عباده ولا يعاقبهم عليها قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون في صورة الشورى وعندما سافر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليدعو أهلها إلى الإسلام كذوه وسخروا منه وآذوه لكنه صلى الله عليه وسلم لم يغضب وإنما عفى عنهم قائلا اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وسأل الله تعالى أن يجعل منهم من يوحده ويؤمن به سبحانه وتعالى وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو العفو والرسول أسوتنا فعلينا أن نتبع هداه ونعفو عمن أساء إلينا فيعفو الله تعالى عنا ماذا يفعل المسلم لكي يعفو الله سبحانه وتعالى عنه ماذا يفعل إذا أخطأ المسلم فعليه الاعتراف بخطأه أن يعترف بخطأه الاستغفار بأن يقول أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدم الرجوع للخطأ كيف يدعو المسلم الله باسمه العفو كيف ندعو باسمه العفو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألته السيدة عائشة عن أفضل الدعاء في ليلة القدر في رمضان فقال عليه الصلاة والسلام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني أخرجه الترمذي فكر وأجب النشاط الأول فكر وأجب عن المواقف الآتية أخذت أختك قلمك دون استئذانك دون استئذانك ثم ضاع منها في المدرسة ماذا يجب على الأخت أن تفعل ماذا يجب عليها يجب أولاً أن تعترف بخطئها أن تعترف بخطئها ثم بعد ذلك تعتذر تقدم الاعتذار لأخيها لك صديق يضايقك أكثر من مرة وقد نبهته مرات عديدة حتى قررت أن تتجنبه ماذا يجب على الصديق أن يفعل كذلك يعترف بخطئه ثم بعد ذلك يعتذر إليك يعتذر منك ويحاول أن ألا يضايقك مرة أخرى إذن يعترف بالخطئ ثم يعتذر ثم يحاول أن لا يضايقك مرة أخرى طيب هنا في نفس السؤال السابق قلنا ماذا يجب على الأخت قلنا أن تعترف بخطئها وتعتذر ماذا يجب على الأخ أن يفعل ماذا يجب على الأخ أن يفعل عليه أن يقبل أن يقبل اعتذارها أن يقبل اعتذارها وأن يعفو عنها كما تعلمنا في الدرس وهنا ماذا يجب عليك أن تفعل إذا اعترف لك الصديق واعتذر لك وحاول أن لا يضايقك يجب علي أن أتقبل كذلك الاعتذار وأن أسامحه وأعفو عنه وكذلك أعامله معاملة حسنة النشاط الثاني اكتب دعاء تدعو به الله باسمه العفو ندعو كما تعلمنا في الحديث السابق اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو فاعفو عني فاعفو هكذا فاعفو عني اشتركوا في القناة